السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنبدأ في شرح الكيتون باديز. باذن الله هنعرف مين هم الكيتون باديز. وهنعرف يعني ايه كيتو جينيسز وهنعرف يعني ايه كيتو ليسز. واهم حاجة هنعرف ايه هي الفانكشن بتاع الكيتون باديز. هي الفانكشن بتاع الكيتون باديز. اول حاجة احنا عندنا في حاجة اسمها الكيتو جينيسز. يعني ايه جينيسز? جينيسز ديت بتيجي بمعنى تصنيع. يبقى جينيسز ايه? بمعنى تصنيع واكيد مرت علينا كتير. طيب عندنا الكيتون باديز بيحصل لها جينيسز او تصنيع فين? بيحصل لها تصنيع في الليفر. طيب قبل ما تبدأ معنا في الفيديو هنا لازم تبقى عديت على البيتا اوكسيديشن والفاتي اسد سينسز يعني على الاقل خالص يبقى عندك فكرة عنه. ليه? لانها في يعني بعض النباتات او حاجات بسيطة كده ممكن نحتاجها في الكيتون باديز. طيب عندنا بقى زي ما قلنا ان احنا بيحصل الكيتو جينيسز في الليفر. في فين? في الليفر. وخاصة في الميتو كوندرية. يبقى ايه? ليفر مايتو كوندرية. تمام كده? تمام ديت ايه? الكيتو جينيسز. طيب انا بصنع اساسا او بعمل كيتو جينيسز من مين? قالك من الاسيطايل كو اي. طيب الاسيطايل كو اي ده جاي منين? اللي جاي منين? اللي جاي من البيتا او او ع العموم يعني من الفاتي اسد ايه? من الفاتي اسد اوكسيديشن. تمام كده? تمام? يبقى تاني. ايه هي الكيتوم باديز? احنا عندنا الكيتوم باديز ديت. قولنا ان في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها كيتو لايسز. ايه هي الكيتو جينيسز? اننا بعمل اه اللي هي الكيتوم باديز من مين? من الاسيطايل كو اي. بعمل سينسز للكيتوم باديز من الاسيطايل ايه اللي جاي منين? اللي جاي من طيب مين هم مين هم دول اساسا عندي تلاتة. في واحد منهم مش مهم فبقول عليه انه هو اللي هو مين يعني? اللي هو ده. دوت مش مهم في اللي هو نفسها. مش مهم ايه? في الميتابوليزمي لانه ايه? لانه بقول عليه انه هو تمام كده? تمام. طيب مين هو اهم واحد عندي? اللي هو الاسيتو اسيتيت. الايه? الاسيتو اسيتيت. طيب دوت اول واحد بينتجلي. لما بعمل كيتو جينيسيز مين بيظهر لي اول واحد? هنشوف دلوقتي في الكيتو جينيسيز انه هو الاسيتو اسيتيت. تمام كده? تمام وبعد كده بقى. قال لك ممكن تحول الى مسلا اللي هو بيتا هيدروكسي بيوتريت. دوت ايه? دوت واحد تاني. تمام كده? تمام? طيب. عايζك كده تركز معايا وتقول لي ايه هو الفرق بين الاسيتو اسيتيت والبيتا هيدركسي بيوتريت. او بقول عليه تلاتة هيدروكسي. البيتا او بقول عليه تلاتة. تمام كده? تمام. عايزين برضو نعرف ايه الفرق بينهم. اللي هو الاسيتو اسيتيت والبيتا هيدروكسي بيوتاريت. لو ركزت معايا والله هتقول لي عند زرة الكربون اللي هي رقم تلاتة. صح كده? اه. اللي هي هنا. هنا في ايه? 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 طب انا عايز احول مين اللي عايز احول الاسيتو اسيتيت ده هو? لمين? ليه? آآ بيتا هيدروكسي بيوتاريت. اعمل ايه? تقول لي والله سهل خالص. انزع اللي اتنين اتش. ايوة اسموه بقى. سهل خالص اللي هو بيوتاريت او بيتا بيوتاريت آآ دي هيدروكسي بيوتاريت دي هيدروكسي. تمام كده? كل ده هنشوف دلوقتي في الكيتو جينيسز والكيتولايسز. تمام كده? ومعلومة تانية برضو. ان انا عندي الكيتو جينيسز والكيتولايسز اللي اتنين بيحصلوا في نفس الوقت. يبقى ايه? اللي اتنين بيحصلوا في نفس الوقت. تمام كده? تمام. بس زي ما قلنا ما تنساش ان انا عندي الكيتو جينيسز بتحصل فين? بتحصل في الليفر. معنى كده ان الليفر ما ينفعش يعمل كيتولايسز. ليه? لان انا عندي الانزيمات المسؤولة عن الكيتولايسز مش موجودة في الليفر. طيب والأذر تيشو اللي بتعمل كيتولايسز ما ينفعش تعمل كيتوجينيسز. ليه? لان ما فيش الانزيمات المسؤولة عن الكيتوجينيسز. تاني? تاني. عشان كل دوت هنحتاجه في طريقنا. اول حاجة الليفر بيعمل كيتوجينيسز ليه? لان هو والله عنده الانزيمات المطلوبة. طيب والتيشو التانية بتعمل كيتولايسز ليه? عندها الانزيمات المطلوبة اللي هي تعمل لها تعمل بيها كيتولايسز. وهنعرف ليه انا بعمل كيتولايسز في اللي هي قدامناه. تمام كده? تمام. الفنكشن بتاع الكيتوم بادز ان انا عندي? اول حاجة بستخدمها ايه? كسورس اوف انرجي. كسورس اوف انرجي. صح كده? اه. يوز سورس اوف انرجي. طيب بتحويلي بقى بتحويلي الاسيطاية الكو ايه? في كريبس. ما انت استخدمت جبت الاسيطاية الكو ايه? لم من الاسيطاية الكو ايه? صنعت الكيتوم بادز. روحت ايه? عملت كيتولايسز وحصلت على الاسيطاية الكو ايه? تروح انت ايه اللي تبه وانا بلعب كده? لا احنا مش بنلعب. ما انا قلتلك ان في الليفر بيحصل كيتوجينيسز. ما بيحصلش في كيتولايسز. طيب والاظر تشو? الاظر تشو بيحصل فيها كيتولايسز. فانا خدت الكيتوم بادز من الليفر وروحتي بيها للاظر تشو اللي هو اهمهم مين? البرين. البرين ده هو حبيبة. بيحب البرين بيحب الكيتوم بادز قوي. تمام كده? تمام. ليه? لان هي والله باختصار كده. كان كروس بلد برين بارير. ان هي بتعرف تعدي من الممبرين او اللي هو بتعرف الكيتوم بادز سهلا ان هي تمشي في البلد. ودي برضه من المميزات بتاعتها. تمام كده? تمام. يبقى تاني احنا قلنا الاتنين بيحصلوا مع بعض. ويه? قلنا ان انا ببدأ بالاسيطايل كو ايه? وبنتهي بالاسيطايل كو ايه? بس مش في نفس التشو. مش ايه? في نفس التشو. بعمل كيتوجينيسز في الليفر وانتهي بيه في ازر تشو تانية. يبقى بانتهي بيه في ازر تشو تانية. طيب يعني مسلا البريء. يبقى عملت مسلا كيتولايسز في البريء. طيب طلع لي مين? طلع لي الاسيطايل كو ايه? كل ده احنا نشرحه في في الميتابوليزم دلوقتي. اللي هي في الباثوي او هنشرحه يعني بالتفصيل دلوقتي اللي هي الكيتوجينيسز والكيتولايسز. بس احنا بند فكرة بس دلوقتي. علشان لما نجي نشرح. يبقى كل حاجة اللي هي ملمومة بالنسبة لنا. طيب. يبقى بعد كده هحصل ايه? من الكيتولايسز على الاسيطايل كو ايه? وابدأ بقى استخدمه كسورسوف انيرجي ان انا استخدمه في كريبس. اخده. استخدمه في كريبس انه هو يطلع عليه ايتي بي. تمام كده? تمام. بعد كده. اه بيقول لك هنا بقى ايه? انا ليه باستخدم اساسا ليه باعمل الكيتون بادز? قال لك والله انت بتعملها في حالة الاسترفيشن. يبقى في حالة ايه? في حالة الاسترفيشن انا ببدأ اعمل الكيتون بادز دي. تمام كده? تمام. وزي ما احنا قلنا ان البرين هو افضل او اللي هو ده اللي بيحب الكيتون بادز. طب لو اديت له فاتي اسد? لا. الفاتي اسد بالنسبة له عدو. يبقى ايه? هما الاتنين اعداء. ما بيحبش خالص اللي هي الفاتي اسد. تمام كده? تمام. بعد كده اللي هي بسميها الكيتوجينيسز. تمام كده ده بتاعها. اللي هي في ايه? بتاع الليفر. طيب. عايزين بقى في نقطة مهمة. ايه هي? انه بيقول لك في حاجة في اه انزيم اسمه اتش ام جي كو ايه. سيب الانزيم دوت دلوقتي. في اتنين اتش ام جي كو ايه. اللي بيصنع اللي الاتش ام جي كو ايه. وفي اتش ام جي كو ايه. دولة مش موجودين الا في الليفر. هنعرف اهميتهم دلوقتي. بس خلينا بس لما نجي نشرح ازاي? طيب. نوت سباها كده عن الكيتوجينيسز. اول حاجة بيقولك ان الاتش ام جي از اولزو بريكورسر للكوليستيرول. مش موضوعنا دلوقتي? لان الكوليستيرول احنا ماخدناهش اساسا. ماخدناش الميتابوليزم بتاعه. طيب. تاني حاجة بيقولك ان الاتش ام جي كوي سينثيز از ريت ليمتنج انزيم ان سينثيز اف كيتون باديز. يعني يعني بيقولك ان الانزيم ده لو مش موجود اعرف ان الكيتون باديز مش هتتكون. تمام كده? ليه? زي ما قلت لك ان الانزيمين ده همت الانزيمين ده هم مش موجودين الا في الليفر. وانا عندي الكيتون باديز بتتصنع فين? بتتصنع في الليفر. فبالتالي مش موجودين. يبقى انا وقفت الكيتون باديز. فيحصل ايه? هيبو هيحصل هيبو اه اه كيتوميا او ليه? يحصل اه اه ان يحصل الكيتون باديز يقل في جسمك. تمام كده? تمام. فهينا بيقولك بقى اه الانزيمات ديت يعني بيقولك اماونت اونلي ان ليفر. اونلي ايه? ان ذا ليفر. والمعلومة اللي احنا قلناه في البداية. تالت معلومة هنا بيقولك يعني ايه? يعني بقولك سريع التطوير فعشان كده ما بستخدموش ما بستخدموش في الميتابوليزم. تمام كده? تمام. تعال بقى نخش على بتاع ايه? بتاع الكيتوجينيسز. يلا بينا? يلا بينا. زي ما قلنا اول حاجة هنبدأ بمين? اول حاجة هنبدأ بالاسيطايل كو ايه. مش احنا قلنا? الاسيطايل كو ايه ده جاي من الفاتي اسيت اوكسيديشن. اه. انا هبدأ بها لشان اصنع الكيتون باديز. طيب اول حاجة هنبدأ هنجيب اتنين اسيطايل كو ايه. وباستخدام انزيم البيتا كيتو صايوليز. البيتا كيتو صايوليز. او ممكن اقول اللي هو تلاتة كيتو صايوليز. ماشي? هي هي يعني. طيب هعمل ايه? اللي اتنين احطهم على بعض. وهنزع كو ايه? هنزع ايه? كو ايه. فهيديني مين? هيديني اسيطايل كو ايه. اللي هو ده. اللي قدامنا ده. اسيطايل كو ايه. طيب انا الهدف احصل على ايه? الاسيتو اسيطايل. مش انا قلتلك ان ده الكيتون باطس بتاعنا الاساسي. اه. اللي هو ده. صح? انا عايز احصل على دهو. طيب. موسهلة. ان ده ده اسيطايل. يعني ده الاتنين قريبين من بعض خالص يا دوب ان انا هنزع الكو ايه وخلاص. يلا نجيب انزيم ينزع للكو ايه كده? يلا بي هنا. اه لا الانزيم مش موجود. قولك انا مش موجود. يبقى ايه? الانزيم مش موجود. ما عندش انزيم بينزع الكو ايه على طول. طيب ايه الحل هنا? فاكر الانزيم اللي انا قلتلك عليه اسمه اه ده بيعمل ليه ده? قالك ده بيصنع للك ايه هو ايه هو ام جي دوت اساسا. هو اسم كبير كده بس ما علينا نقوله. اسم هو بيتا هيدروكسي ميتايل جلوترايل كو ايه. ملناش دعوة احنا مش عايزين نحفظ الاسم في حاجة اساسا. المهم يعني انا كده طلع معي الاتش ام جي دوت هعمل بي ايه او انا جبته ازاي اساسا? جبته عن طريق ان انا حطت الاسيطايل كو ايه? حطت له ايه? جبت اللي هو الاسيتو اسيطايل كو ايه? حطت له اسيطايل كو ايه. تمام كده? تمام. ونزعت ايه? نزعت كو اش. جميل? جميل. ايه بقى طلع لي مين? طلع لي الاتش ام جي كو ايه. تمام? تمام? هروح اعمل له ليزيز. انا بلعب بقى. لا مش بنلعب. اما ليه? انا قلتلك ان ما فيش انزيم ان انا احول من الاسيطايل كو ايه ايه الى الاسيطا اسيتيت. فلازم امر بالخطوة دي. ما انا هنزع الاسيطايل كو ايه اللي انا حطته في الاول. ده. هنزع وتاني. بيبقى بالاتش ام جي. كو ايه ليز. هنزع مين? الاسيطايل كو ايه. ده. طيب. تعالا نعقلها كده. ونشوف اللي احنا مش نده صح ولا غلط. يلا مينا? يلا. اول حاجة احنا حطنا مين? انا كنت في الاساس عايز اعمل ايه? اشيل الكو ايه. صح كده? اه. طيب. انا ملقتش الانزايم اللي يشلي الكو ايه دي. عملت ايه? جبت لك اتش ام جي كو ايه سينثيز. وحطيت مين? حطيت الاسيطايل كو ايه. يبقى انت حطيت اسيطايل كو ايه. وكان عندك كو ايه في الاسيتو اسيطايل كو ايه. بس رحت نزعت مين? نزعت واحدة هنا هي. رحت نزعت تاني الاسيطايل كو ايه هنا. فكده اه. ده انت نزعت الكو ايه. اللي كانت في الاسيطايل كو ايه. اللي نزعتها من الاسيطايل كو ايه. كده انت نزعت ايه? الكو ايه. طيب. واللي ببقى عندك كاته ايه? كاته الاسيطايل كو ايه اللي انت ضيفتها اساسا. يبقى انت كنت ضايف اسيطايل كو ايه. وكان عندك كو ايه كنت عايز تشيلها. صح? اه فا مع الله شلت الاسيط Kickstarter هو ايه هنا هى? وعملت تاني وشلت ال 40 اللي انا كنت عايز اشيلها. يبقى منطقي ولا لا? او منطقي. يبقى حصلت ايه على الكيتون fazem اللي هو الاسيتو اسيتيت. طيب يبقى هنا الاسيتو اسيتيت. تعالا بقى نبص في الخطوة الاسيتو اسيتيت اللي معنا هنا هوت. تعالا بقى من الخطوة دي نشوف هنبدأ نعمل ايه? اول حاجة عندنا الاسيتو اسيتيت. مش احنا قلنا ان احنا ممكن نحوله الى اسيتون. اه. قال لك بيتحول الى اسيتون. يبقى ايه? يعني بتلقى ايه كده? اه عن طريق نزع ايه? سي او تو. تمام كده? تمام? وقلنا الفرق بينه في البداية. بينهم. قلنا الفرق بينهم. تمام? تمام? وقلنا ان ازاي احول بين الاسيتو اسيتيت. انا تلاتة او بقول اللي هي ازاي? قلت والله ايه? اتبدي هيدروجينيز. مش احنا قلنا الفرق ما بينهم? لو هنا بصيت. هنا في اه اه عندك. لو بصيت هنا. زيادة اتنين اتش اهو. طب وهنا ما فيش. فعلش انا احول من دل ده. بستخدم ايه? ادي هيدروجينيز. تاني بقى كده? اول حاجة والله انا استخدمت اتنين اسيتايل ايه. وبعد كده استخدمت اللي هو الداني مين? اداني اسيتو اسيتايل ايه? وآه الاسيتو اسيتايل ايه قلنا ان احنا ما فيش انزيم بينزعني. بينزعلي. الكو ايه على طول. فارحت استخدمت ايه? اتش ام جي. كو ايه سنثيز. تمام كده? تمام. باضافة مين? باضافة اسيتايل كو ايه. اداني مين? اداني اتش ام جي كو ايه. وبعد كده عملت له ايه? عملت له اللي ييزيس. عملتي برضو نزعت الاسيتيال كو ايه اللي انا حطتها قبل كده. فبالتالي انا نزعت اسيطيل كو ايه. ونزعت الكو ايه. اللي انا كنت عايزة نزعها من الاسيطوءسيطايل كو ايه. فدني من؟ اداني الاسيطو اسيتيت. وقلنا ان الاسيطو ايه ممكن احوله الى بيتا عن طريق ايه? بديه هيدروجينيز. او ممكن احول الى اسيتون وده اللي ما بيدخلش في الميتابوليزم اساسا. اه عن طريق ايه? عن طريق بديه كاربوكسيليز. اه اللي هو عملت دي كاربوكسيليشن. بايه? بديه كاربوكسيليشن. تمام كده? تمام. كده احنا خلصنا اول عملية اللي هي الكيتو جينيسيز. نخش على العملية اللي بعديها الكيتو ليسيز. بس قبل ما نخش على العملية تعالى نعرف يعني ايه اساسا كيتو ليسيز. ما خلاص بقى احنا عرفنا ان انا صنعت كيتون في الليفر فبالتالي هروح استهلكها. فين? في الاظر تيشو. تمام كده? هروح اكسرها. اعمل لها في الاظر تيشو. تمام كده? تمام. يبقى انت حاليا دلوقتي انت معاك مين? معاك البيتا هيدوروكسي. اللي هو البيتا. هيدوروكسي ايه? بيوتاريت. اللي هو الكيتون بادز. تمام? فعايز اعمله ايه? تمام? تمام. هعمل له ازاي? قالك احنا زي ما اتفقنا ما ينفعش عامله في الليفر. قلنا هاودي فين? قلنا هاوديه في الاظر تيشو. واللي هو مسلا اه المسال بتاعهم البرين. تمام كده? تمام. اه السايت يعني اي حاجة غير مين? اي حاجة غير الليفر. طيب. اهوة بقول لك وما بيحصلش في لانه ما فيهاش ميتو كوندريا اساسا. يبقى هو بيحصل في الميتو كوندريا بس بتاعي الاظر تيشو. طيب. عندك بال بيتا هيدوروكسي بيوتاريت ده. هعمل ايه? هحوله الاسيتو اسيتيت. ايه ده? ده انا هحوله الاسيتو اسيتيت. ده انا كده كأني بارجع. اه ما انت كأنك بترجع. ليه? ما احنا قلنا. اننا بدأت بأسيطايا الكو ايه? عايز ارجع لأسيطايا الكو ايه تاني. يعني انت لو جيت هنا. لو جيت هنا هوت. هنا ديت لو تلاحظ هنا انتهت بأسيطايا الكو ايه ياهو. تمام كده? تمام? طيب لو جيت لك بقى في الكيتو جينيسز الكيتو جينيسز اهي. بدأت بي ايه? بدأت بأسيطايا الكو ايه ياهو. ماشي? ماشي. فنبقى مركزين يعني ان اللي اتنين بيحصلوا في نفس الوقت بس مش في نفس التشو. طيب انا عملتي بقى وصلت لحد فين? وصلت اللي انا معايا الاسيتو اسيتيتو. اسيتو اسيتيت. طيب انا عايز احول الاسيتو اسيطايا الكو ايه. فلازم اضيف له ايه? اضيف له كو ايه. صح? طب فين الانزايم اللي يضيف لي الكو ايه? هتقول لي اقول لك انت كده مش مركز. ليه? الانزايم ده احنا قلنا في بس. فمش هلاقي في اظهر تشو تاني اساسا. ومين قال لك نواب يضيف لي اساسا كو ايه? تمام? فهستخدم ايه? الثايوفوريز. الثايوفوريز ده مش موجود في الليفر. فده السبب اللي خلاني ان انا اقول ان الكيتولايسز بتحصل في الاثر تشو او الاكسترا هيباتك تشو. وما بتحصلش في الليفر. يعني بتحصل في اذر تشو اذر زان الليفر. ما بتحصلش فين? في الليفر. ليه? ما عنديش صايوفوريز اساسا. علشان يحول لي الاسيتو اسيتيت الى ازيتو اسيطايل كو ايه. طب هضيف ايه? علشان احصل على الاسيتو اسيطايل كو ايه? هضيف ساكسينايل كو ايه. هضيف ايه? ساكسينايل كو ايه. وهنشوف دلوقتي اللي هي الكيتولايسز سهلة خالص هي الكيتوم باضي زعمة كلها سهلة. يلا بنا نخش بقع على الاستيبس. الاستيبس اول حاجة ان احنا بدأنا زي ما قلنا بالبيتا هيدروكسي بيوتاريت. دوت اللي انتهيت بيه من الكيتوم باضي. ده هبدأ بيه بقى في الكيتولايس. اللي هو الكيتوجينيسز. دوت اللي انتهيت بيه. فهبدأ بيه بالكيتولايسز. علشان احوله زي ما احنا قلنا. للاسيتو اسيتيت. عن طريق ايه? بي اه اه انزيم. دوت انزيم يعني انزيم عكسي. انزيم عكس ان انا ينفع حول بين اللي هو البيتا هيدروكسي بيوتاريت الى اسيتو اسيتيت والعكس. عن طريق مين? اللي هو البيتا هيدروكسي بيوتاريت دي هيدوروجينيز. تمام كده? تمام. وقلنا الخطوة الفاصيلة بقى ان بتاع الكيتولايسز ان اللي ما ينفعش اعملها في الليفر فبعملها في الاثر تشو ايه هي? بالثايوفوريز. انزيم ده. اللي هو ده هو. دوت موجود فين? في الاثر تشو بس. ماشي? الاثر تشو اللي هي مش موجود زي ما قلنا في الليفر. ماشي? ماشي. طيب هيعمل ليه? قالك عن طريق اضافة الساكسينايل كو ايه. هنا مش موجودة. بس هتضيف الساكسينايل كو ايه. هيطلع لك الساكسينايل كو ايه. وكده انت حصلت ايه? على الاسيتو اسيطايل كو ايه. وقال في مبروك. بآخر انزيم بقى. الريفيرسابول انزيم برضو. اللي هو الكيتو ثايوليز. استنى فتكر مع الكيتو ثايوليز ده. مش دوت اللي في البداية خالص في بتاع الكيتو جينيسز. او الانزيم استخدمنا لما حولنا. آآ ال اتنين اسيطايل كو ايه? الى اسيتو اسيطايل كو ايه? ها. اما هو ده برضو الريفيرسابول انزيم. يبقى انت عندك ايه? مين هما الريفيرسابول انزيم? اللي هو الكيتو ثايوليز والبيتا هيدروكس بيوتاريت دي هيدوريجينيز. تمام كده? تمام. وكده انت حصلت على الاسيطايل كو ايه? وكده تقدر تستخدمها في كريبس وتديكي الانرجي. تمام كده? تمام. كده احنا خلصنا. خلصنا مين? خلصنا اه 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 الكيتو جينيسز والكيتو ليسز. تمام كده? ارجو ان هي تكون اتفاهمت. طيب. اخر نقطة معنا حاجة اسمها الكيتوزيس. طيب. الكيتوزيس بقى. يعني ايه الكيتوزيس? قال لك والله ان انت حصل زيادة في تصنيع الكيتون بودز. ايه? الكيتون بودز. سأل لك فيه افريج معين. اللي هي ما ينفعش تتخطى الافريج ده. تمام? او النسبة دي. تمام كده? تمام. طيب. لو تخطط بقى بتسبب لك الكيتوزيس. فلو جيت اعرف الكيتوزيس ايه هي? قال لك انكريز. او بلد اللي هي آآ انكريز. للكيتون بودز فيه? عن النورمال ليفل في البلد. تمام كده? تمام. فهيسبب لك حاجة اسمها ايه? كيتوزيس. طيب. لو زادت في اليورين. يسبب لك حاجة اسمها كيتو. آآ كيتو نيوريا. كيتو ايه? كيتو نيوريا. ماشي. آآ حاجة تانية برضو. ان انت عندك الكيتون بودز ديت عبارة عن عبارة عن ايه? مالها برضو. آآ الاسد ديت ممكن تغير لك في فبالتالي تسبب لك حاجة اسمها لو زادت. تسبب لك حاجة اسمها كيتو اسيدوزيس. كيتو ايه? اسيدوزيس. جميل. بعد كده بيقول لك بقى ممكن تسبب لك آآ آآ مين مين اللي بيستخدم اساسا او مين اللي بيلجأ للكيتون بودز في حالة الضيابيتس. يعني شخص عند ضيابيتس فبيلجأ للكيتون بودز. طيب الكيتون بودز لو هو استخدمها بزيادة. يعني الشخص ده فضل ان هو عنده ما معرفش ان هو يعمل للجولوكوز. فبيلجأ لمين? فبيلجأ للفاتي اسد. طيب ماشي. الفاتي اسد دي ما انت لو تفتكر معانا تقول لك ان الفاتي اسد ديت بينتج عنها مين? ايه? طيب ايه? ايه? معنى كده انه هيخش فين? هيخش في الكيتون بودز. فطالما هو اه صنع كتير فكده اه برضو هيسبب له هيسبب له كيتوزيس. تمام كده? تمام. اخر حاجة معانا زي ما قلنا في البداية ان احنا بنستخدم الكيتون بودز ديت في حالة ايه? في حالة في حالة وزي ما قلنا لو شخص عند ضيابيتس مش بيعرف اساسا يستخدم الجلوكوز يعمل للجلوكوز فبيلجأ لمين? بيلجأ للكيتون بودز. تمام كده? تمام. فهنا في حالة بيلجأ لمين? بيلجأ للكيتون بودز از وقلنا لو زادت اللي يحصل. تمام كده? وكده الحمد لله خلصنا حلقتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.